خبر عاجل ومهم تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية سيد عبدالأمير الشمري حصلت موافقة مدير عامل أحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي على نقل النفوس لغرض فك الزخم وتسهيل أمور المواطنين الذين قدموا طلباتهم عن طريق برنامج حكومة المواطن عبر الرابط التالي في بغداد والمحافظات وكما مبين أسماءهم بالقوائم أدناه وحسب الحروف الأبجادية راجين مراجعة مديرية شؤون الأحوال المدنية الواقعة في شارع الرشيد قرب جسر السنك كما نهيب المواطنين الكرام بالمتابعة كونه سيتم النشر ارتباعا لباقي القوائم خبر عاجل ومهم تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية سيد عبدالأمير الشمري حصلت موافقة مدير عامل أحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي على نقل النفوس لغرض فك الزخم وتسهيل أمور المواطنين الذين قدموا طلباتهم عن طريق برنامج حكومة المواطن عبر الرابط التالي في بغداد والمحافظات وكما مبين أسماءهم بالقوائم أدناه وحسب الحروف الأبجادية راجين مراجعة ومديرية شؤون الأحوال المدنية الواقعة في شارع الرشيد قرب جسر السنك كما نهين بالمواطنين الكرام بالمتابعة كونه سيتم النشر ارتباعا لباقي القوائم انتهى الخبر تحياتي العلام على الدلوي